اشتركوا في القناة تصح ضرورة استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية والمواصلة بحذر خلال الفترة الرهنة اقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على اخذ اللقاح المضاد الفيروس كورونا مع تواصل الحملة الوطنية للتطعيم بوتيرة متسارعة ما يعكس الوعي المسؤول الذي يتسم به المجتمع وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة انفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي حيث هيأت وزارة الصحة مختلف مواقع اخذ اللقاحات في 27 مركزا طبيا وتشهد الحملة الوطنية للتطعيم اقبالا متزايدا من قبل الراغبين باخذ اللقاح حيث توفر المملكة اللقاح بشكل مجاني بمختلف المراكز الطبية للمواطنين والمقيمين وذلك تعزيزا للاجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين وكانت الوزارة قد دعت الى التسجيل عبر تطبيق مجتمع واعي لاخذ اللقاح في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة سير عملية التطعيم والاستفادة من جميع التقنيات المتاحة وقد اتخذ الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كافة الاجراءات لتوفير اللقاح واتاحته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية حيث تم تخصيص قاعات التطعيم بالمراكز الطبية والتي تنفذ عملية التطعيمات من خلال الطواقم الطبية فيما تتم متابعة وتقييم حالة متلقي اللقاح بعد منح الجرعة الاولى على ان تكون الجرعة الثانية بعد ثلاثة اسابيع وبحسب مختصين فان الاجسام المضادة تتكون في اجسام متلقي اللقاح وتكون فعالة بعد عشرة الى اربعة عشر يوما من الجرعة الثانية حيث ينصح الاطباء والمختصون جميع من تلقوا اللقاح بمواصلة الاخذ بالاجراءات الاحترازية وصولا الى مناعة كاملة للمجتمع وانتصاره على بيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر